السلام عليكم وشونكم وإن شاء الله لكل بخير وصحة وسلامة اليوم الفيديو حيكون خاص بالمحسن الكيك راح تحكي عنه لأنه جاي تكتبولي بالتعليقات أنه شنو هذا المحسن وأكو يعني بنات ما يعرفون شنو هذا المحسن وخاصة بهاي الفترة يعني أكثر التعليقات أنه شنو هو المحسن وشون شكله وليش نضيفه على الكيك هنا بالبداية هذا شكل المحسن أنا أستخدم الأوباليتا نوعيتها يعني زينا هي الشركة يعني أكثر الشغلات اللي أستخدمها للكيك هي من هذه الشركة هذا يكون شكله أول شي نحفظه بمكان يكون بارد وجاف فأني شنو أخليه بالثلاجة لأن دائما المحسن الأفضل يكون بارد من نظيف نضيفه للكيك شي ثاني أنه شنو فائدته المحسن هي مادة رافعة نحن نضيفها للكيك حتى تساعد أنه الكيك يرتفع وبنفس الوقت يحسن من الكيك شنو معنا يحسن من الكيك أنه الكيك يعني تبقى مثلا كم يوم بالثلاجة لا يصير عليها شيء ولتيا بس بالعكس تبقى ترفي وهشة وطعامها طيب بنفس الوقت طبعا أكو هواي وصفات يعني مرات يقولولي أني أنا أزل وصفة كيك بدون محسن يقولولي عادي نفسها نظيفة للمحسن أو العكس طبعا كل كيك كل كيك إلهس المقادير مالتها والوصفة مالتها وبالأخص الكيك يعني إذا غلطنا بالمقادير راح الكيكة تخرب ودائما ولو هذا مو ما وبوعنا بس دائما يقولولي إذا استبعنا الطريقة ما تشقوا فشلة الكيكة خربت بنات يعني الكيكة إذا غلطتوا بيها فتشي يعني كلش بسيط أو مثلا حتى لو نقص صار من الطحين يعني ملعقة وحدة نقص راح الكيكة تفشل لازم المقادير تكون دقيقة وطبعا دائما الكوب اللي تستخدمون بالطحين نفس اللي تستخدمون بشكر نفس اللي تستخدمون بمي فمنها تفشل الكيكة لازم تتبعونا طريقتي بالضبط هسنا بجعل المحسن طبعا مثل ما قلت لكم هي مادة رافعة للكيك وهذا يكون شكلة من الداخل شوفوا هاي يكون طبعا نحن لازم نغطي بهاي ورقة الزبدة أول ما نأخذها من عندها تكون علي طبقة بيضة يعني هاي ما اعتقد تأثر بس يعني رفعوها اذا تردون اذا حابين رفعوها هاي الطبقة واخروها يعني تكون طبقة هي تشي بيضة هذا يكون شكلة شكلة يكون مثل الفازنين بالضبط بس يعني اكيد هو مو فازنين المهم ويعني هو مواد طبيعية بمواد رافعة يعني سوديوم منشة سكر يعني شغلات مواد طبيعية تساعد على ان الكيكة ترتفع ويعني دائما طبعا كيك المحلات كله يستخدمون المحسن بالكيك لان يعني الطريقة ما تكون سهلة مو نفس انه الفصل البيض عن السفار يعني الطريقة اللي طريقة الكيك اللي ما بيها محسن تكون شويه صعوبة وتاخذ وقت هذا شكلة للي تسؤلون على المحسن وان تلقوا تلقوا عند المطيبات دائما يبيعون من عنده كيلوات او تردون سطل كبير او سطل اكو كيلو او نص كيلو حسب الكمية اللي انتو تردونها واني موجودة للوصفة الكيك وشغل تاخذ محسن بالقناة مالتي هي كل مقدار كيكة تاخذ ملعقة ملعقة هيك مليانة يعني مليانة هيك شوي اقل هيتش تقريبا هاي ملعقة ناخذ لكل مقدار وطبعا مون تسيدونها كومرات يقولون نخلي اكثر حتى الكيكة ترتفع لا الكيكة منها تخلو لها محسن اكثر مثلا مقدار تخلو لها اكثر من ملعقة الكيكة ما حتي لكم طعامها يصير معرف شنو صير قوامها محلو وهشة زيادة عن اللزوم بحيث يعني تتفلش بدون ما انتو تلزموها هي تتفلش فالافضل انو تلتزموها بالمقادر المحسن يقولون علي يسوي امراض مسرطنة ما عرف شنو ما ادري اقانب هاي شغلة بس يعني واحد يعني يصبني لها انو ليش مواد مسرطنة هي مواد طبيعية بيها وهاي المكونات مولاتها موجودة موجودة هنا مكوناتها ومو مثلا واحد يخاف خاف السواء امراض له شيح انتو مراح تاكلون يومية كيك هي بالمناسبات فما اعتقد انو تسبب شيء بعد شنو المعلومات تخص المحسن هي هاي ها وتسئلون تقولون ليش تخليين بيكين بودر قليل طبعا مثل ما قلتكم هو المحسن اصلا مادة رافعة فاني مجربة طبعا بالبداية قبل انزلكم الوصفة جربته هواي طرق الكاك المحسن يلا الوصفة هاي اللي سوتها هي الوحيدة اللي انطتني هشاشة حلوة انطتني طعم طيب انطتني ارتفاع حلو ونزلتها الكم انا مجربة مخليه ملعقته بيكين بودر هو يصير مو ما يصير بس بالنسبة للكيك اللي اخلي بيه قليل بيكين بودر فارق كلش هو يصير طعمه طيب اللي تخلون بيكين بودر هو يصير قوامها محلو انا بالنسبة لي قوامها مع جبني من ضفة بيكين بودر ملعقة كبيرة لديه قنوات يضيفون ملعقة كبيرة هو عادي يصير لكن القوام يختلف الطعام يختلف ونحن نريد القوام يكون حلو تكون هشاشة حلوة ونريد زيادة عن حد ينقلب ضده بالنسبة لبيكن باودر وبالنسبة للمحسن ملعقة وحدة محسن كلش كافة للمقدار الواحد اركو يخبروني الكيك العادي يصير نضيف له محسن طبعا الكيك العادي وليس هناك ينضيف له محسن لان многие يكون طعم المحسن من ينضيفه الكيك العادي يصير طعمها تقريبا شون الكيك الاسفنجي الكيك الاسفنجي انا ما فضل واحد يأكله الكيك الاسفنجي يفضل انه تكون طبقات ومحشاية بحيث يكون طعامها مميز الكيك العادي هو نضيف لسية تنضيف له بيكم باودر ملعقة كبيرة او ملعقة ونوس فما حاجة نضيف المحسن يعني الكيك العادي الافضل انه يكون هو هذا طعم المميز طعم الكيك العادي المعروف عنه الطيب كلش والكيك السفنجي الى طعم خاص وقوام خاص المهم فهاي مثل ما قلت لكم وذا تردون نضيف المحسن على الكيك العادي يضيفه بس بالنسبة لي اذا تردون نصيحتي انه يضيف المحسن فقط للكيك السفنجي يكون افضل بعد شنو هي هاي المعلومات اللي اعرفها عن المحسن واللي هواي 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 قاعد يسئلوني على المحسن هاي المحسن هاي المعلومات مالته وموجود مثل ما قلت لكم عند المطيبات وانتو جاي يسئلوني هواي هم شنو المطيبات المين تجيبين المواد الكيك مواد الكيك يعني انا ما عندي مطيبات ثابتة جاي ادور على مطيبات يعني اسعارها مناسبة وتعاملوا يهم بحيث حتى اقول لهم يعني اقول لكم عليها حتى انتو تستفادون تشترون منها بس ما جاي القي يعني هسان جاي اشترك كل فترة من مطيبات شكل فما اقدر اقول لكم من اي مطيبات تشترون ان شاء الله بالفترة تجي اثبت على مطيبات واقول لكم عليهم هسان شنو بعد ما تستخدمون المحسن ضروري ضروري شا سوون تراجعون تغطونه بهذا ودغلقوه كلش زين هاي الخطوة كلش مهمة اكبر خطأ انو تعوفون فتحة به يدخل به الهوى ويخرب وتخلوه بالثلاجة وتستخدموه وقت الحاجة ودائما مثل ما قلت لكم المحسن بارد مواده كلها بارده كيك المحسن يختلف عن الكيك اللي بدون محسن اللي بي محسن لازم الأفضل يكون البيض بارد الطحين بارد المحسن بارد كل المواد باردة وسواء بالصيف أو بالشتة مواده تكون بالثلاجة قبل لا تستخدميها بالكيك المحسن هنا أنا أعتقد خلصت المعلومات وهي أهم شي انو المحسن شنو هو هو ماتد رافع الكيك ويحسن الكيك هنا لهم يكون خلص الفيديو استمنى هاي المعلومات استفادئتوا من أدهة وهي المعلومات اللي عندي ما عندي معلومات بعد أكثر عنه هاي اللي أعرفها يعني وأتمنى تخلوا اللايك وتشتركونوا بقناتي إذا ما مشتركين ومع السلامة